سلامة البنات مرحبا بكم ومعايا ورجعت لكم اليوم كل عادة اليوم رجعنا في حاجة جديدة اللي هي قص الشعر في الايام القمرية اللي تساهم في تطويل الشعر كما تعرفوا انا اهتماماتي كبيرة بالشعر في تطويل الشعر وتكثيف الشعر واعتاء جمال للشعر لكي نعطيكم لمحة صغيرة على الوصفات اللي نستخدمها شخصيا الشعري ومشيت معايا لكن اقبل ما نبدأ ولكلام هذا الكل ما تنسونيش في اللايك البنات البنات راكم مقصرين معايا في اللايك اللايك ببالاش يا بنات تتعدى اعمل لايك واذا كان اول مرة تشوفني ما تنسيش تضغط على زر الاشتراك في القناة يعني سبسكرايب وتفعيل زر الجرس بش دي ما يوصلكم كل جديد ودي ما ننفعكم وكي ما عودتكم اللي حبي تواصل معايا تناجموا تتواصلوا معايا على الانستغرام بتاعي سوير هيرستايل تلقاوها كي ما اسم القناة بالضبط تكتبوه يعني الرسائلكم التساؤلاتكم الاقتراحاتكم اذا كنت حبوا تدرت شو معايا شخصيا تحكيوا معايا مرحبة بكم البنوتات الكل راحب بكم يلا نبدأ بش نحكيوا على فوائد قص الشعر في الايام القمارية الايام القمارية كي ما تعرفوا يعني كي ما يقولوا القمر ليلة 14 يعني اهم يوم انه يكون يوم اربعتاش يعني في الشهر العربي يعني كي ما نقولوا نحنا شهر رجب شعبين هكيك الأشهر العربي سميهم هكيك وبما انه نحنا توفي شهر رجب واليوم بالذات هو اربعتاش يعني ارجب اليوم صدقوني اللي قص شعره اليوم يعني تمتع بطول وكثيفة وجميل الشعر رهيب انا مجربتها يوميا سامحوني سنويا سنويا صدقوني انا سنويا كل عام وكل سنة قص شعري لكن مش نقص شعري لكل يعني يعملوها هذي انساور جيل كيف كيف يعني يعني نقصوا في اطراف الشعر شفتوهم الاطراف الاطراف اللي نلقاوهم المتقصفة وما اسلهم اطراف متقصفة ويغتيوا علينا يعني الشعر يسكروا عليها ما يخليوهاش تتنفس ما يخليوش الشعر يدخل لها الاكسيجين الكافي يعني ماذا نعملو لها نحن الشعر هوني نقصوا فيها شوية نقصوا في الاطراف يعني مانيش محتاجين اننا بش نروحوا لسالون يعني وندفعوا برشة فلوس او مساري او درام بش نقصوا شعرنا لكن ليه بطريقة سهلة في المنزل بش نوريكم كيفيش تواينا نقص شعري اقعدوا معايا للاخر بش نقص شعري قدامكم كما عودتكم عندي فيديوهات اخرين القص الشعر بقيلة الحلاقة القص الشعر يعني عادي بالمقص برشة طرق اللي يعملو بهم في الشعر برشة حاجات اه نحط لكم روابط فيديوهات قص الشعر يعني في اول تعليق ولا اول كومنتر باسمي انا نحطوا هذي حاجة ثاني حاجة اقعدوا معايا للاخر بش نوريكم اه جوز نوريكم هكا بالعين ونحكي لكم شوية على الوصفات اللي انا نعملها الشعري بش تنفعكم يلا لبنيت ما تغادروش ما تنسيوش اللايك بش نقص شعري قدامكم يوبي هيدا هو شعري اه جبت مقص لحقيقة متوفر عندي المقص هيدا عادي يعني مش حاجة طيارة برشة يعني جوزت مقص عادي اللي تحبوا عاديه اه شعري كما تشوفوا يعني من غير لا نقعد نمشت لهو ما مشوته كل من غير ما نقعد يعني نقسم فيه من غير لا تقسيم لشي الفيديوهات اللي اخرين عملتهم لكم بالتقسير اه وتاخذوا مشت صغير ولا عادي اللي عندكم في الدار بش تعملوه اه اقبل كل شي اهم حاجة هي يعني قص الشعر هذا يعني شهر فذيل ويعني ويوم فذيل يعني ان شاء الله ربي بلغنا شهر رمضان لا فاقي دين ولمفقودين ان شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم الخير الناس الكل ويعطيكم ما تتمنيوا اول حاجة واهم حاجة قبل ما تقص شعرك تبدأ باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذي اهم حاجة وبعده انتي تقص في شعرك ما تنسيش اهم حاجة تعملها انك تقرأ سورة الفاتحة راهوا سورة الفاتحة مع قص الشعر راهي ستقوني فوائدها عجيبة يعني واسرارها رهيبة يعني في اي حاجة ستقوني اي حاجة تقدم عليها بش تعملها تبدأ باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقرأ سورة الفاتحة حتى في داخلك في قلبك يعني وتتوكل على ربي وديك كل حاجة مسهلة وكل حاجة باية وكل حاجة مزينة كما انتي تحب اوكي طوى بش نبديو ناخو خاصلة كبيرة يعني شوفوا الترف الكلو خاصلة كبيرة من شعري ونمشتها هي متشابكة شوية وتوى اش نعمل شو؟ شفتوا الاطراف هذي كقدش متقصفة بش نعمل باسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بش نبدأ نقص شعري ونقرأ الفاتحة باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صيرات المستقيم صيرات اللي دينا انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين صدق الله العظيم شفتوا قصيت يعني انا الشعر توا الاطراف الزغيرة يعني يمكن تعسانتي يعني بش نكمل بنفس الطريقة باسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبش نقص يعني الترف هذا انتع الشعر باسم الله كالعادة ونقصه هاك شفتوا ما فيها حتى يعني صعوبة لحكاية اه 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 طرف صغير يعني يعني احاولوا نساويوا الاتراف قد ما تنجموا ونكمل الجزء الخلفي اللي هو يجيكم صعيب يعني ما هوش صعيب بالكل راهو ريتو كما عملنا في الطريقة هذي باش نقسم شعري الى نصفين نفس الطريقة يعني مش لازم يكونوا يعني راهو النصفين متساويين ها كوبين خليوا هذي باش ما نغضوش وناخو الطرف الاخر ونمشتو مليح ليه الاخر شفتو في الاخر نجيه الاطراف هذوكم وباسم الله وصلاة وسلام على رسول الله ونقصه باسم الله ريتو يقعد لنا طرف الاخر يعني مش مشكلة انها تكون القصة يعني متساوية قد قد يعني المهم القص يعني في الايام القمارية هذو ما يساهم جدا في تطويل الشعر وفي اعطاء جميل للشعر اقعدوا معايا باش نكمل ونقص ونوريكم الناتيجة وبعد هاك العادة باش نحكي لكم على الزيت الرهيب خلطة العجيبة اللي عملتها يعني وقيد سنوات نستعمل فيها قد ما نقص شعري وقد ما شعري يعني نهل كويت تحرق ونعاود نقصه يرجع في صحة جيدة بسم الله يعني الحاجة اللي تنفعني ونجربها وتعجبني ودي مزينة يعني نحب نشاركها معاكم وننفعكم به بسم الله كالعادة والصلاة والسلام على رسول الله وقصوا هاك توقلمين الاطراف الكل مع بعضها شوفوا يعني ونحاولو شوية نسوي نجيو للطرف الآخر هو هو قص الشعر يعني يفضل انك كل شهرين على الاقل تنحي سانتيم الشعر باش تنحي اك الشعر المحروق وتتخلص منه يعني وتخلي شعرك يتنفس ويتويل بطريقة صحية وطريقة جميلة شفتو الاطراف اللي ما نحتاجها مش يعني لكل انقصهم فما حتى حتى من هنا يعني في الغراج شفتو هي تويلة وفيها الاطراف متقصفة يعني هاكا واقفة نجيش شوية يعني بتاريقة هاكا وبا انقص فيها اسم الله هذه مقصوصة وعاملة فيها هنا فورما ما نحبش من ناحية كما تشوفوا دون كيزي اللي قصيناه اليوم فيه البركة وتويلة كالعادة باش نجيو للخلطة العجيبة اللي رهيبة اللي عملتها هنا وتولتلي شعري ونفع ادني التويل باش نوريكم حقا سامحوني نتجة نهاية للشعر شوفوا باش تشوفوا الطول شعري يعني كما هو يعني متوسط الطول حتى الظهري يعني وانا نحب الطول هذك المهم يكون صحي واذا كن حب نطولو اكتر راهو يتويل يعني عادي فمتا نقصوا شوية مقصان وكل يتويل شوفوا هالجميل هذي الخلطة متاعي اللي نعملها انا لشعري ومشيت معايا برشا حبيت نوريها لكم اليوم كما تروا فيها برشا اعشاب واهم حاجة يعني انا عملتها في الخلطة هذي اللي هي زيت الزيتون زيت الزيتون رو مهم في الوصفات الكل صدقوني وفي الخلاطات الكل رو من اهم الاشياء يعني ومن اهم الزيوت للشعر يعني اللي بنيتالي في المغرب العربي او في يعني الجزائر مغرب كل عندكم زيت ارغان زيته يعني جميل جدا للشعر لكن في تونس احنا مش متوفر عنا زيت ارغان يعني متوفر عنا الاكتر زيت الزيتون وهو عنا زيت يعني برشا ونفع جدا يعني للبشرة والشعر وكل نحن نستعملوه باش نعطيكم شنو المكونات اللي فيها على سريع باش تعملوها تحاولوا مرة المرتين في الأسبوع باش تنفعكم ان شاء الله يا ربي والبنات اي واحدة يعني تعمل اي خلطة اي وصفة اي حاجة انا نقول عليها تجربها وتنفعها تحاول تكتبها يعيشكم في التعليقات يعني باش تنفعوا بعضكم وتنفعوا البنات الاخرين يعني فهمت؟ فهمة بنات وريتهم طريقة السابغ وفهمة اللي جربوها وجيوا وكتبوا لي يعطيهم السحة وقالوا لي رانا جربناها يعني ولا ساعدك نحكي معان في اللايف يقولوا لي رانا جربنا طريقة السابغ اللي قلتنا عليها ورا هي فعالة وبها وعجبتنا اوكي البنات كما تشوفوا عشاب اللي فهمة عنا زيت الزيتون عنا اكليل اللي هو اكليل الجبل او الروزماري كل بلاد كيفاش تسميه عنا اعواد القرنفل وعنا فيها الحلبة واوراق الرند وزيدة حتى فيها يعني اوراق الصدر شوفوا البنات اللي ما تعرفش يعني الحاجات هذو ما اللي انا ذكرتهم ترجع ترجع الفيديو وديب ورقة وقلم وتكتب المكونات اللي انا قلتهم وتهزهم للعثار يعني او العشار اي اقرب واحد بحديكم وتعطيه تقولوا يعطيك كمية صغيرة شوية شوية ولو مية جرام مية جرام من كل حاجة وتحطهم يعني في هكا زجاجة تحطها في الزيت لازم تكون بلاورية يعني ما تكونش بلاستيكية وكل بشما المكونات يعني ما يتلكوش ولا ما فهمت ما نعرش انا جيمة في البلاور اضمن وتحطوا في اي مكان يعني وتستعملوا مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع وكما قلت لكم عندي خلطة اخرى نعملها ساعات صدق اللي هي السبار وزيت الزيتون يعني اللي ما عندوش الاعشاب هذم الكل ممكن نبتة السبار يقشرها ويعصرها يحطها في الخلات ولا في المكسور يعصرها يرحيها يعني وبعد يصفيها يعني حطها في جرابيت او في كلاست ولا كولون ولا كل واحد كيفاش يسميه مهم تحطها في مصفات يعني وتصفيها الماء بتاع السبار وتحطوا مع زيت الزيتون وتخلطوا وتحاول دي ما تفرق الشعر وتحطوا في فروة الرأس وتدلك دي ما تدليك يعني حتى الزيت هذك يتحطوا يعني تحب تجيبوا حقنا يعني او زريقة تجبدوا بها الزيت وتمروا هكا تقسموا الشعر كما سبغى وتحطوه وتدلكوا يعني فروة الرأس وتدليك فروة الرأس راو مهم جدا في تطويل الشعر كما قلت لكم اه دونك هذي كانت وصفتنا لليوم وقص الشعر لليوم ونسايحي ليكم اللي عندها اي سؤال اي حاجة اي اقتراح تكتبليك العادة في التعليقات نحبكم برشا اه نتقابلوا ان شاء الله في معلومات جديدة اه مغسي على تعليقاتكم المزينة يعيشكم نشكركم برشا على تشجيعكم وعلى حبكم لي انا زيدا نحبكم برشا كل السابية من كل يعني بلدين العالم اللي تابعوني نحبكم برشا برشا اه نتقابلوا في حاجة جديدة باي باي اشتركوا في القناة